اعتقال تسعة ششانيين بتهمة تمويل تنظيم داعش من خلال الجامعيات خيرية بالنمسا ودي الحادثة دي في بعض الجاليات او بعض المتطرفين بيلجأوا لتكوين جامعيات خيرية بداعي المساعدة الفقراء او بشكله وباخر في البلاد بيلموا تبرعات وبيستخدموها استخدام سيء وده بيكون عملية تمويل الارهاب بشكله وباخر او دعم بعض المنظمات الارهابية شايف موضوع الجامعيات الاهلية او الخيرية لابد ان يكون هناك عملية رقابة اشد من اللي موجودة عشان يعرف المجتمع او السلطات الهدف من تكوين الجامعيات دي ايه ولا الوضع ده وضع مش لازم يكون لان دي حالات تعتبر مثلا حالات فردية نعم طبعا بداية يعني فعلا بنوجه شكر وتحية لوزارة الداخلية على هذا العمل الجريء بصراحة متابعتهم لهؤلاء الاشخاص الذي يعني يقال ويتهم لم يدان اي احد منهم للعلم انهم انشأوا عدد من الجامعيات الخيرية وهي تجمع التبرعات ولكن تبين ان هذه التبرعات تجمع لصالح ميليشيا داعش الارهابية فبالتالي فبالتالي بصراحة يعني شيء مؤسف ان نجد يعني هؤلاء الاشخاص من ما زال حتى هذا اليوم يروج لهذه الميليشيا الارهابية التي تعمل في سوريا في العراق بدعم من النظام الايراني والتركي والسوري والعديد من الانظمة التي صراحة تدعم التطرف بشكل او باخر من المؤسف اضافة الى الروسي والشيشاني يعني قديروف هو الداعشي الاكبر وهؤلاء يعني فتكوا مع الاسف بسوريا والعراق وفي العديد من دول العالم لربما في مصر ايضا في مرحلة يمين المراحل ومن المؤسف يعني ان نجد الجالية الشيشانية الموقرة انها تحتضن هذا الفكر المتشدد يعني ولكن حتما القانون النمساوي واجهزة الامن النمساوية على يبدو ان هي فعلا في حال الترقب وترصد لهذه الحالة الشاذة وده اللي وضحه طبعا كارنر وقال اني اية الدستور هتاتخذ اجراءات صريمة لمثل هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر